يعتزم مجلس النواب طرح موضوع إلغاء جميع المجالس المحلية في جلسته المقبلة وذكر مصدر النيابي أن إحدى الكتل النيابية طرحت عقب مناقشة موضوع حل مجلس نينوى مشروع حل جميع المجالس المحلية ما أثار جدراً واسعاً داخل الجلسة وبين أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رحل الموضوع إلى الجلسة المقبلة حيث سيتم مناقشة حل جميع المجالس وليس مجلس محافظة نينوى فقط وأوضح المصدر أن عدداً من الكتل النيابية أبدت رفضها لهذا الطرح كونه سيولد فراغاً سيما وأن البلاد مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات ولا دعي لحلها